اشتركوا في القناة 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 وصل الى رح يوصل على حدود الخط الأحمر انه يقدر يستقبل مرضى كورونا منها برجعة بقول اهم شغلة نعملها عادة عن انه نكمل تأهيل مستشفيات الحكومية اللي كان عم يشغل عليها اساسا برات منطق بس قالوا انه كانت اصارت مؤهلة شو صار التأهيل بعد في نواقص على ما يبدو عم تتكمل معها بغراف السواء هي النواقص بغراف السواء بغراف السواء بدك مماردات مماردين اختصاصيين اذا عزنا ريسبريتر جهاز التنفس الصناعي بدك مين يكون اختصاصي يعرف يستعمله كمين يعني ما بيكفي المعدات والقوضة تكون موجودة بدك الطائم التمريدي والطبي يكون موجود وقادر يقبي هالاشيا منا عم نقول بعد افضل شي لقلنا بالدرجة الاولى نتوقع صحيح دكتور بالنسبة للمستشفيات المتنقلة اللي اجتنا من برا وكثير من الدول المشكورة بعثتنا مستشفيات متنقلة هل هال المستشفيات قادرة تستوعب مرضى كورونا هل هي مجهزة لاستيعاب مرضى كورونا هال المستشفيات اللي اجت بدرجة الاولى تحتى تساعد على معالجة الجرحة من اللي صار صحيح واذا في شي تاني يمكن بتحط ايدها معه تساهم بالعلاجات اللي عم تكون موجودة بجزء قليل منها بتقدر تساهم بهالشي تحول يعني بس اكترياتها معمولة لمساعدة مرضى وجرحة طيب المرضى والجرحة يعني اريد يتوزعوا على المستشفيات يعني باعداد كتير كبيرة والقليل يعني اللي كانت اصاباته خفيفة بعثوهم عبيوتهم على امال انه وقت تفضى السر يرجعوا يتعالجوا هاو دي اكيد رح يروحوا على المستشفيات المتنقلة صحيح دكتور؟ في ستة لاف مريض تقريباً اصيب جراء الانفجار تحيح اكترياتهم الساحقة عولجوا بزيت الليلة بالمستشفيات ببيروت وبالضواحي نعم بشكل انا للصراحة اتفاجأت لانه برامة على المستشفيات بالليل اتفاجأت من سرعة العلاج وجوته رغم الفوضى اللي كانت قيمة يعني ضغط قوي بشكل كان انه قدرنا نقوم بالواجبات مثل ما لازم ونبعث الاكترية الساحة من المرضى عبيوتها باقي في قصب قليل بدنوا عمليات جراحية ضلوا موجودين او رجعوا اجوا تكملوا عملياتهم او نقلوا عغير مستشفيات متخصصة للضرر اللي كان موجود تاين عمله عمليات سمح لي هون وجه تحية لكل الجهاز الطبي والتمريدي يعني صارعنا ممرضات بطلات بها الحاسة اللي صارت وأطباء ايضا عالجوا بقدر الامكان على التروتوار شفنا هون عم بيعالجوا يعني نحنا منفخر بهالجسم الطبي اللي عنا بشطارته دكتور هل هناك أطباء وممرضين اصيبوا بكورونا هلأ بوقت الانفجار يعني لانه ما كان في الحقيقة يعني سبوا الوقاية يمكن ما كان معمل لهم بي سي آر للي عالجوا صحيح ولا لا؟ يعني كان في أرجانس في شغل طائرة برجع بقول ليلة الانفجار عم ببرو مع المستشفيات الاكترية الساحة من اللي كنت شوفون كانوا ملتزمين بالكمامات اللي هي شغلة كتير منيحة نعم والكمامي استعملت لسببين خايفين ما يكون في كورونا تنحمي حالنا قدر الإمكان بهالمصيب الموجودة اثنين من الامبعاثات اللي كانت ممكن تطلع من الغازات السامية اللي طلعت من جراء الانفجار هلأ هاي لا شك ساعدت إلى حد ما في أطباء وممرضات انصابوا نعم عوارضهم خفيفة نعم لأنهم عمل بي سي آر لإلهم فيما بعد وقسم كبير منهم طلع ما في شي اللي طلع عنده بوزيتيف رأى على البيت وعمل حجر حجر لحاله يعني وهو ده موجودين الخطر عليهم ما كان فيه الحالات الخطرة اللي تسببت جراء الحادث قليلة جدا والنقلت على مستشفى الحريري وعم تتعالج إنما اللي توفوا فيما بعد نتيجة كورونا الليل منهم كانت سبب الاحتكاك بوقت الكارسي نعم واللي توفوا بأكترياتهم برجع بقول إما أمراض مزمني وإما مناعة قليلي وإما كبار بالعمر يعني كان فيه الأسباب يلي دائماً منكررها ويلي هي عم نطلب من الجميع حموه حالكن تتحموا غيركن صحيح والوقاية بتبقى لإلنا أفضل علاج اللي هي بالدرجة الأولى الكمامات الكفوف غسيل الإيدان تباعد الاجتماعي هالإشه البسيطة والنظاب الشخصية مجبورين نكون قراب لبعضنا تنساعد بعضنا إما جرح صحيح وإما سند صحيح بس إنه قلتنا مرحلة الطوارئ هلأ صرنا قادرين نرجع نهتم بالمشكلة اللي هو الكورونا وناخده بكل جدية وإلا برجع بقول وضعنا رح يكون سيئ سيئ جداً خليني أسألك عن التودومورتاليتي يعني عم نلاحظ إنه قبل ما كنا نسمع مثلاً إلا كل ثلاثة أربعة يام خمسة يام حدا نتوفى هلأ عم نسمع بأعداد أكتر هل لأنه الفيروس اشتد تقوته أو هل لأنه أعداد المصابين صارت أكتر أعداد المصابين زادت عدم الحماية الوقاية كمان زادت والعدد بعده النسبة المئوية تابعه أقل مما شفنا بالغرب بالغرب النسبة المئوية كانت بين الثلاثة والخمسة بالمية نحن عنا بعدها تحت الثلاثة بالمية يعني كانت قبل بالواحد فاصلة خمسة أو واحد فاصلة ستة هي دوبة اللي يتهلق يلي هي إشارة إنه انتبهوا أنتوا بوضع خطر معقولة تقمز بعد أكتر من هيك إذا الاستهتار دام منها نعم ما بدي قطعك تفضل كافي بنا إنه رجعوا خدوا بجدية وضع الوقاية يعني ما نستهتر بأي شي يكفينا مصايب ما بنا نصيب زيادة نسبة الوفيات مثل ما قلت حضرتك دوبة هلأ سؤالي هون تقني شوي يعني إذا أنا نعدات أنا ولبسي الكمامي هو تجي يعني بنعدي بشكل أقل من إذا كان هالشخص قدامي وأنا مش لابسي كمامي يعني قوة الفيروس علي إذا أنا لابسي كمامي ومالجريسان عادات بتكون أخاف وطأة من إذا ما كنت لابسي كمامي دايما العدوى إلى علاقة بكمية الفيروس اللي عم تتنشقها أو عم تصلي بتقدر تكون كمية قليلة وعوارضة قليلة وبتقدر تكون كمية كبيرة وعوارضة كبيرة منها لا شك الكمامي بتحمي كثير مش شوي نعم نعم بشان هايك ضروري جدا أولا ما نتنفس بسرعة أو نسعول بوجه حدا واقف من قبيلنا وتانيا إذا حطينا الكمامي من حد من العدد الفيروسات اللي عم ينتشروا بالهوا وعم نعطيهم لغيرنا يعني بكل الأحوال الكمامي هي فينا نقول خط الدفاع الأول نعم ضرورية جدا أريد أسألك عن الريسبيريتورز شو وضعهم هلأ عنا؟ يعني عنا هلأ بعد في كمية ستاند باي كيفية ريزرف إذا ناس اعتزت أكتر ريسبيريتورز؟ بالمستشفيات يلي تضررت طار منها مستشفيات كانوا محطوطين لهالحالات هايدي بطبيعة الحال العدد قل في كمية تانية يجي من الدول الغربية كمساعدين ويلي هي توزعت أو عم تتوزع على المستشفيات يلي تأهلت إنه تعالج مرضى الكورونا المشكل هون إنه ما بيكفي يكون عندك بس المكنة بدك مين يهتم بالمكنة بدك ستاف كامل بدك ممرضات بدك أطباء اختصاصيين يعرفوا كيف يستعملوها إلهم اختصاص خاص هولي دكتور؟ في اختصاص خاص لهيدا؟ ولا لا؟ حكم العيني حكم العيني حكم العيني هنا بدو يهتموه والممرضات اللي لازم تكون يعني كمان أفلميار ديبلومي يعني كمان لحتى تكون بطبيعة الحال ما بيقدر بمكان يفوت يستعمل المكنة بدو يكونوا معاودين عليها ومتعلمين عليها وإلا بيقدروا يضروا أكتر ما بيقدروا يفيدوا دكتور يعني للأسف وقتنا عم يخلص بس أنا في عندي سؤال بحب أسألك كنت حذرت من الرصاص الإطلاق الرصاص المطاطي على المتظاهرين حطنا هيك بالجاوب جملتين مفيدين لو سمحتنا نحنا طلبنا بالوزارة اللي كانت موجودة قبل مع وزيرة الداخلية ريال حسن نعم بوقتا صاب عدة شباب بعيونهم وراحوا عولجوا بالمستشفيات بأوتاليو بالجامعة طلبنا منها وقتا إنه إذا لابد من استعمال هالرصاص هيدا المطاطي يستعمل على الإجرين مش على الرأس وفرجينيها ضرر الفادح اللي قد يتسبب فيه يعني بقدر واحد يطير عيونه وصارت صارت في اثنين أو ثلاث حالات فقدوا نظرون أو عين من العينتين صحيح وقت اللي شفنا هالشي عم يتكرر عن جديد رجعنا ووجهنا رسالة لوزير الداخلية فهمي ولي إيادة قوى الأمن والجيش عملوا معروف هالإشياء إذا أمكن الغوة نهائيا وإذا مجبورين يعني تستعمل على الإجرين مش على الرأس وأنا أتقادي فيه وعي مشكور مشكورة كوى الأمن رغم كل شي رغم كل الأمن على الإشياء اللي عملتها لأنه وضعهم لا شك وضع صعب لا يحسدوا عليه وضع صعب ومنطلب من الجميع بدوا يتظاهروا سلميا حضاريا مش بالضرورة نحرق ونكسر ونخرب ونكفي على البيئة ونكفي على البيئة ما هي بلدنا بالنتيجة وخاصة إنه عم نضر حالنا مثل واحد عم بيقوس حاله بإجرين يعني إذا كنا عم نتظاهر لأنه احترقت بيروت ما منرجع أن نحنا منجي ومنحرقها بإيدنا يعني قصداً أظل أنا بدي أشكرك دكتور وكنت حابة هيك توجه كنت رسالة صغيرة كتير لللبنانيين هيك مثل نصيحة إذا بتحب قبل ما ننتقل لفاصل أنا بالدرجة الأولى برجع بقول بالكورونا ما عنا علاج بالوقت الحاضر إلا نتأيد بالإرشدات يلي الكل صار يعرفها وبالدرجة التانية الشغلة مهمة عشناها من الحادثة اللي صارت رغم كل الكوارس اللبنانية عم بيضلوا إيد بإيد متضامنين مع بعضن وفرجوا إنه نحنا لا بهمنا السياسة ولا بهمنا الطايفة ولا بهمنا المذهب بهمنا هالبلد يضل واقف على إجراء وما بيضل واقف إلا إذا كنا متحدين ومتوافقين حتى نقدر نوصل لقدام ونحميد شكراً كتير لإلك نقيب الأطباء شرف لويس أبو شرف شرفتنا فاصل مشاهدينا عم نستقبل من بعده الكاتب والصحافي حسن أحميدي قراءة حول الكارثة خليكن معنا